ثقافة طبية جديدة تثير القلق لدى الأوساط الصحية وتحديدا منظمة الصحة العالمية وهي لجوء العديد من النساء للولادة القيصرية وما تتضمنه من مخاطر على صحة الأم والطفل على حد سواء ارتفاع مؤشر الولادات القيصرية في العالم إما بسبب سهولة الإجراء وسرعته أو بسبب رغبة الحامل للتخفيف من الآلام المترافق عادة مع الولادة الطبيعية وهو ما يتنافى مع المعيار الطبي السليم المحدد لإجراء هذه العمليات وحسب منظمة الصحة العالمية فإن المعدل المثالي للولادات القيصرية يقع بين 10 إلى 15% لكن هذا المعدل شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 23% في دول أوروبا و36% في أمريكا و24% في دول غرب المحيط الهادي مع نسب قليلة جدا في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وترتفع مخاطر الولادة القيصرية لدى السيدات التي عنين من جراحات سابقة في الرحم أو الحمل بالتوائم أو إذا كان الطفل كبير الحجم وينضم إلينا في الستوديو استشاري أمراض النساء والتوليد دكتور سامح عزيزي دكتور أهلا بك أهلا بك لماذا نرى هذا الإقبال الكثيف على الولادة القيصرية؟ لماذا؟ هل هي أحسن من الولادة الطبيعية للنساء؟ هو مش إقبال ولا حاجة هي الفكرة كلها أن نحن كنا لسه بنتكلم أن دلوقتي بقى فيه كثير من سيدات الحوامل بيطلبوا ويأصروا أنهم يولدوا ولادة قيصرية لماذا؟ لأن فيه بقى أسباب كثير أولا بيخافوا على جسمهم بيخافوا من ألم ودي طبعا معلومات غلط يعني هو مفروض الطبيب لازم يشرح للسيدة الحامل أن دلوقتي بقى فيه أنواع كثيرة من المسكنات الألم والبنج يعني الطرق اختلفت كثير جدا بحيث أن الولادة بدون ألم تقريبا تعتبر الولادة طبيعية طيب دكتور دعنا نعكس الآية ما الضرر من الولادة القيصرية؟ لا هو مفيش ضرر هو الفكرة أن الولادة القيصرية دي حاجة مهمة جدا ومطلوبة في بعض الأحوال يعني برضو عشان ننظر الموضوع بنظرة صح في بعض الأوضاع لا يمكن السيدة تولد أولادة سليمة طبعا غير أولادة القيصرية يعني لو الطفل جاي بوضع بالعرض مثلا أو لو المشيمة سفلة أو لو هي عندها جراحات في الرحم قبل كده في أسباب مهمة جدا جدا ما نقدرش ما ينفعش الولادة الطبيعية ممكن تؤدي خطورة للأم وخطورة للجنين المعدلات ارتفعت لأن برضو في حاجات حصلت جدد جديدة أولا بقى عمر الزواج اختلف شوية يعني السيدات ديوقتي بيحملوا في سن كبير شوية فطبعا كبير السن ده شوية أو المعدل بيزود ارتفاعات الضغط وبيزود احتمال إصابة الست الحامل بسكر أو ارتفاع في السكر أثناء الحامل فده برضو قد يؤدي إلى ارتفاع المعدلات الطبيعية إلى جانب زي ما قلنا أن الأسف الشديد رغبة سيدات كتير أنها تولد أولادة قيصرية أكتر من الأسف تحدثنا عن تحذير لمنظمة الصحة العالمية من ازدياد الولادات من خلال الولادة القيصرية لماذا تحذير؟ يعني لم نشهد لم تخبرنا حتى للساعة ما هي المخاطر للولادة القيصرية في حال كان الحامل طبيعي؟ الولادة القيصرية عملية جراحية أي عملية جراحية في الدنيا حتى لو جراحة بسيطة جدا لها مخاطر لأن المريض تاخد مخدر عملية فلو تعاملت العملية القيصرية بدون داعي هنزود المخاطر دي اللي كانت ممكن ما تجيش للسيدة وللولادة الطبيعية أيضا المخاطر من التعريف ولادة طبيعية ولادة غير طبيعية أو ولادة قيصرية طبعا ولادة طبيعية دي طبيعية كويس؟ وكتير من الأوقات بنلجأ في أثناء الولادة الطبيعية لو حصل أن البيبي حسنة بمؤشرات أنه بدأ يتعب شوية أو بدأت تبقى الولادة أطول أو في أي تغييرات بنلجأ الولادة القيصرية هي دا من الولادة القيصرية موجودة وحتى أنها موجودة طول ما فيه ولادات ولكن اللي نتكلم عنه النهاردة الولادات القيصرية اللي بدون داعي أو اللي من غير السبب هو دا اللي نحاول نقلله شوية طيب إذا قارننا الولادة الطبيعية بالولادة القيصرية من ناحية الطفل هل النتائج واحدة بالنسبة للطفل؟ حسب هل الولادة الطبيعية سهلة ولا مش سهلة بمعنى أن الولادة دي عبارة عن طفل بيمر من ممرات معينة لازم نعرف لو الولادة آمنة الولادة الطبيعية بتبقى في منتهى الأمان بالنسبة للطفل فبعض الحالات لو الطفل تعرض لمشاكل بأي سبب من الأسباب يبقى ساعتها الولادة القيصرية بتبقى أأمن هي مسألة لازم يكون قرار الطبيب بمنتهى الأمانة يعني حتى الساعة أفهم أنني نستطيع أن نختار إن كنا نريد الولادة القيصرية أو الولادة الطبيعية هو دا مش الصح دا غلط يعني الاختيار دا مش مظبوط ما ينفعش الاختيار لازم الدكتور يشوف الحالة أنا أتحدث هنا عن حالات الحمل الطبيعي يعني إيه حمل طبيعي يعني ممكن تكون الولادة طبيعية طبعا لازم يكون الاختيار الأول لأنه زي ما اتفقنا دي ما فيش في تدخل دي ولادة طبيعية ما فيش تدخل جراحي ما فيش مخدر ما فيش قولة عمليات الوضع النفسي حتى بيأصعبش استخدموا أيضا المخدرات في الولادات الطبيعية ما هي أنواع التخدير التي تحددت عنها بالنسبة للولادة الطبيعية ما هي الأنواع المستخدمة حديثا يعني من زمان كنا نستخدم المخدر الموضعي دلوقتي بيستخدم البنج بيستخدم إبيديورال أو اللي هو بيتخذ في الظهر وده بيخلي الإحساس بالقلم يبقى مش موجود لكن السيدة تقدر تدفع وتقدر متجاوبة بعضهن لا ينتفعنا من هذا النوع من البنج دي حالات ندرة جدا جدا قليلة جدا يمكن بيكون فيه خطأ في الإعطاء ولكن ده الحقيقة من أحد القفزات القوية جدا اللي خالة تعتبر ولادة بدون ألم يعني ما فيش أي إحساس بالألم هذه الحالة من التخدير السيدة بتكون واعية وتشهد كل مراحل الولادة وحتى القيصرية دلوقتي بقت نسبة يمكن أكثر من 90% بنعمل القيصرية بالبنجل اللي هو النصفي دلوق سيدة واعية بس زي ما قلنا الولادة الطبيعية بتبقى عملية طبيعية وتقدر تتكرر كتير مشكلة الولادة القيصرية أن بعد عدد معين من القيصرية ممكن أربع أو خمس مرات السيدة ما تدارش تحمل بعد كده بالولادة القيصرية في عدد محدد للأولاد على حسب طبعا يعني بعد أربع القيصرية بنحاسب حالة الرحم يعني هي الفكرة كلها أن ده إحنا بنفتح في نفس المكان المكان ده بيبقى ضعيف شوي هنا في التقرير تحدثنا منظمة الصحة العالمية تحدثت عن تجاوز معدل الولادات القيصرية هناك معدل عالمي لهذه الولادات وماذا يعني تجاوزه أو عدم تجاوزه في معدل طبيعي بيرتفع كل سنة ولكن السنتين الأخرين المعدلات ارتفعت زي بعض البلاد كنا نتكلم من برازيل مثلا لنسبة الولادات القيصرية فيها مرتفعة لدرجة كبيرة قوي قوي وده بيؤشر أن في حاجة اسمها يعني فيه سوء العلاقة بين المريض والدكتور مش مظبوطة مظبوط أن الدكتور يقرر ويتناقش مع المريضة ويفهمها الخوف بس أليس غريبا أنه يكون منتشر ببلد كبيرة مثل البرازيل أكثر من 200 مليون نسمة تقريبا أنه يكون حالة منتشرة فيه ويكون أطباء ودارسين والكل ينصح بالقيصرية الولادة القيصرية أليس غريبا؟ طبعا غريب وهو مهم جدا دور الدكتور الحقيقة أنه لازم القلق والخوف الموجود عند كل السيدات في الولادة وده حاجة تحترم برضه لازم ده يبقى يمتص ولازم نوضح أن فيه مخدرات كتيرة وأنه لم يوجد حد المعاناة والصورة السيدة التي تولد في الأفلام التي نرى فيها عذاب وانتهت خلاص دكتور هنا تحدثنا عن تأثير على الطفل وعلى المرأة الحامل وعلى الأم هل هي أسهل للطبيب؟ هل الولادة القيصرية أسهل للطبيب في توليد الإمرأة؟ لا هي ميزة الولادة القيصرية أن المريدة تحدد اليوم هي عزاء والوقت تبقى الأمور محددة أكثر ولكن هي مش أسألة السهولة لأن هذه عملية بيكون فيها ساعات مضاعفات خطيرة هناك ولادات طبيعية تأخذ ساعات وساعات بينما الولادة القيصرية لا هذه أحد الأسباب التي كل الأطراف تلجأ لها علشان الوقت والتحديد بيبقى أسهل شوي إذا أخذنا العملية القيصرية من ناحية المخاطر ما هي أبرز المخاطر التي يحذر منها بخصوص العملية القيصرية؟ في بعض الحالات لو مع تكرار العملية القيصرية بيحصل تمزق العدلة الرحل نضطر أننا في بعض الحالات نشيل الرحم كله أيضا زي ما قلنا المضاعفات الجراحية التخدير النزيف الحدوث الرحم من طبيعته أنه يولد يعني دي أحد الوظائف الفيسيولوجية الطبيعية بتاعته العملية القيصرية زي ما قلنا بنلجأ لها في الحالات اللي بيبقى فيه استحالة أو بيبقى فيه خطورة شديدة أننا نكمل لأولادة تطبيعية شكرا لك دكتور استشاري أمراض النساء والتوليد دكتور سامح أعزازي شكرا جزيلا لك شكرا لك